اشتركوا في القناة كانت مقطية الحمد لله الآن باينة جامعة تمثيل بكاش واحد في الجزائر ما يحكي لكش على جامعة تمثيلة والآن رنا نسعى باش تكون هذا السمعة دولية الآن ننتشره على المستوى الدولي باش تكون سمعة أكاديمية حقفية دولية جامعة تمثيلة فيها سبع فليات ومع سبع فليات ومع هدي قريب الآن جامعة تمثيلة تغطي كل الاختصاصات الممكنة اللي موجودة في الجزائر كانت بعض الاختصاصات حكر على الجامعة الكبرى وجابتها جامعة تمثيلة بالنظال باش مش هدية يعني كالطب وكان بيطرة وكان هندسة معمارية من 2015 أنا قلت الشفاقوت أستاذ وإحنا نبدو على هادة اختصاصات باش تكون عنا وعند الإمكانية حمد لله وهي الولايات صنفة سهبية فلاحية وروح الجامعة روح ند الولايات ساحلية معدها المائي سهبية معدها عند الفيترينيات يعني الحمد لله يعني احنا نشكره كل الناس اللي ضاهرين واللي في الخفاء يعني كاي الناس إطارات من المسيلة ما همش في القطاع أخلاص ونضوه باش جامعة المسيلة تدي لاختصاصات هذه وتكمل الهيكلة والخريطة البيداغوجية عندنا كلية الإعلام الآلي والرياضيات يعني فيها كل ما هو مرتبط بالرياضيات والإعلام الآلي أن كلية التكنولوجيا كل علوم الهندسة كل علوم الهندسة من الإلكترونيك للهندسة الكهربائية للاتصالات للهندسة المعمارية للهندسة المدنية للري للهندسة الميكانيكية اللي راح نفتح إن شاء الله الهندسة الصناعية كل اختصاصات الهندسة الحمد لله عندها تقريب ما يفوق ثلاثين اختصاص ماستر في الهندسة معاهم تقريب ثلاث أو أربع أو خمس مخابر للبحث في كلية العلوم الآن فيها كلية فيها كل الأساسات المرتبطة بالعلوم الدقيقة كالفيزيا والكيميا وما هو مرتبط بالعلوم الطبيعة والحياة كالبيولوجيا الميكروبيولوجيا لاجروا أليمونتار لأنه الهندسة الفلاحية الآن وعند قسم الهندسة الفلاحية وزدها لهم قسمين الآن اللي راح يكونوا كلية إن شاء الله واحدهم اللي هو قسم البيطرة ومو الحقات الطب الآن لحمد لله أن مع الولاية نشكره سيد الوالي لأنه وعاوننا في هذا الإطار عندنا التعصيص الأرضية الخاصة بإنشاء بإنشاء كلية الطب ومعها كلية كلية معهد البيطرة بقات الإجراءات كيفاش نجيبوا الكلية ونجيبوا معها تقريب حتى التصديق وستشفى وليزو استشفى جامعي فيها مازال نضال وعلى قر نروحوا لكلية الأداب واللغات عنا تقريب ثاني كل الاختسامة ما هيش كل اللغات اللي عنامي اللغات اللي مطلوبة واللي فيها جانب كبير من 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 الطلب موجودين بزدل هذا العام الترجمة ما كاتش عندنا الترجمة فتحة الترجمة عنا بسم الإنجليزية وعنا بسم الفرنسية وعنا بسم اللغة والأداب الأداب العربي قاد بعض اللغات اللي الآن نسعى وإن شاء الله نجيبوها كل اللغة الصينية إن شاء الله لأن فيها مستقبل وهذه الأكثر شوعا لأنها لغة شعبية نعم أكثر العديد نحن كيف يقول لغة اللغة الأكثر طلبا رحوا مباشرة للإنجليز وفرق اللي تكلاسي اللولا السنة والتخادمة هي اللغة الصينية ومن بعدها تجي الإسبانية لأن لغة الكوشوفات اللغة الإسبانية نعم ومن بعدها تجي الإنجليزي إن شاء الله نسعى ونزيده هذا إن شاء الله عنا كلية الاقتصاد والعلم المالية الحمد لله كل عام تزيد تتعزز الجامعة باختصاصات جديدة زدنا اختصاصات البلوك زدنا اختصاصات جديدة في المالية والمحاسبة والمعهد النشاطات البدنية والريابية الثانية الآن كم نسعى ومش يكون أكبر معهد وطني ووزن ما زال فيها الفرصة أنه يكون معهد وطني لأنه الأول قريبا في الجزائر كل الجامعات هذه اللي حملوه اللي فهذا البعد إن شاء الله ممكن أولى معهد وطني بها تكون ليه وحد عرص اللي هي كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية اللي فيها كل الاختصاصات المختبطة بالعلوم الإنسانية والاجتماعية من علم النفس وعلم الاجتماع والصحافة والإعلام والعلم التاريخ وعلم المكتبات إلى آخر طب قريبا إلى حد الساعة كل ميادين التكوين موجودة باقي بعض الاختصاصات في كل الميدان رانا نزيده عندنا الآن أكثر من قريب ميتين اختصاص بين الليصاص ماستر هي المعهد التقنيات الحضارية بعد ما زدنا له الآن بعد ما زدنا له الهندسة المعمارية رح يتربع إن شاء الله عندنا نواثق بإننا باش يقولي كل يكون ما هو مختص بميهن المدينة من هندسة المعمارية إدارة المشاريع وتقنيات المدينة رح يقول له كلية جديدة إن شاء الله تسر و الجامعة في الموسم من جاي إن شاء الله مش عدنا أن كلية جديدة بميهن المدينة بميهن المدينة بميهن المدينة بميهن المدينة بميهن المدينة بميهن المدينة من جامعة عارفة إن شاء الله نسلح بميهن المدينة بميهن المدينة بما فيها هذه المبادرة باش نعطوها سمعا حقيقيا إيجابيا لتستعرم شكرا جزيلا شكرا جزيلا